لدي إحصائية يمكن معناش ده تاليها بس أنا حبيت افتكرتها اللي حبيت اتكلم عليها نادي بلدية المحلة ظهر بنسخة جيدة ما ندرش قول جيدة جداً أو ممتازة لسه مع الوقت هنشوف لكن كابتان احمد عبد الراوف عامل شغل وواضح واللي اتفرج على المبارات الدول المقولين هيشوف أنه لا فيه تحضير من وراء وفيه لعب أكتر دليل أن بلدية المحلة قدم جولة ممتازة أو فيه فكر وفيه ضغط وفيه إحصائية بتقول هي بتتكلم على السماح للمنافس بالتمرير أو بلعب الكرة قبل أن انت ما تاخد معاه إجراء دفاعي بلدية المحلة هو أفضل فريق في الضغط في الجولة الأولى كان مقاولين بيعمل خمس تمريرات وبيلاقي بداية الضغط الدفاعي من بلدية المحلة لو جينا للزمالك في الإحصائية دي هو الأسوأ كان بيسمح لبرامة زيعمل 24 تمريرة بعد كده يبدأ ياخد إجراء دفاعي وده نابع أن سوريو لقب تقريبا من شرط الأول كله ووزء من شرط التاني في بلوك بستة العيبة وراء فما كانش بيضغط فاتخال الرقم بلدية المحلة خمس تمريرات فقط وبيبدأ الضغط أحمد عبد الرقوف فالإحصائية دي أظهرت أن بلدية المحلة عنده فكر وعنده حاجات ظهرت في المباراة أعتقد أنه هيبني عليها لأن كابتن أحمد عبد الرقوف واحد من المدربين الشباب واللي نتمنى تجربة المدربين الشباب تظهر لأن كان واضح أنه عنده أفكار ثورية في الملعب حتى الهدف الأول قام من راكل الجزاء ولكن فيه جمع اللي بتحصل بيطلع بشكل متكرر تقدر تشوف المباراة تقول لا فيه هنا طفرة لأن في الدور المصري الحتة دي قليلة شوية حتة أنه أنت تشوف مدرب عنده فكر وعنده حاجة بيطبقها هتلاحظها بسهولة جدا لأن احنا قلنا أول جولة برضو لسه الموضوع البدني لسه مش أفضل حاجة لسه فيه عشوائية شوية المدربين جداد على الفرق فما طبعوش على الفرق الأفكار الفنية لسه بتاخد وقت ولكن بلدية المحلة معها مدرب كان موجود معها قبل كده جددوا فيه ثقة وأعتقد أن هي تجربة جيدة في الدور